يعيش رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد السوداني موقفاً لا يحسد عليها فهو بين مطرقة أمريكا وسندان الميليشيات المدعومة إيرانياً يحاول إرضاءها بتصريحات لا تعكس ما يضمره في داخله معهد السفان الأمريكي للدراسة والبحوث أكد أن الغارات الأمريكية الأخيرة على العراق تسببت في إحداث انقسامات داخل حكومة السوداني الذي بدأ بإطلاق تصريحات اتضح أنها للاستهلاك المحلي بشأن ضرورة خروج القوات الأمريكية من العراق أمر لم يتم مناقشته حتى فيما يسمى اللجنة العسكرية العليا العراقية الأمريكية على الرغم من مطالبة قادة الميليشيات الموالية لإيران ذات النفوذ السياسي السوداني بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق تحت عنوان حماية السيادة صحيح أن السودان يسعى إلى حماية الدعم لقاعدته الأساسية المؤيدة لإيران لكنه يعلم جيدا أن إدارة بايدن تتمتع بنفوذ يمكنها من لي ذراعه متى شاءت وفي أي ظرف تريد ولعل وجود أكثر من مئة مليار دولار من الأموال العراقية في حسابات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي تغنيها عن استخدام أي قوة أخرى لتجبر حكومة الإطار على الانصياع لأوامرها بالعودة للمباحثات والمحادثات بين حكومة السودان والأمريكيين فهي تشير في ظاهرها إلى أن واشنطن ستوافق على تخفيض وجودها في العراق إلا أن بيانات الدفاع الأمريكية تؤكد أن المناقشات تتعلق بالانتقال إلى شراكة أمنية جديدة ومستدامة شراكة يبدو أنها لتنفيذ كافة المصالح الأمريكية في المنطقة فعلى الرغم من انتقاد حكومة السودان للعمليات العسكرية الأمريكية ضد الميليشيات المدعومة إيرانيا إلا أن حكومته واصلت تعاونها مع الأمريكيين لاحتواء نفوذ إيران